ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات تحدث مجلس الوزراء خلال الاجتماع عن الحدث المهم الذي تصدفه مصر حاليا على أرضها والمتمثل في النسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي هذا الاطار قال مدبولي إن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة في مجالات العمران والتنمية الحضرية أهل مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث العالمي الذي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن هناك إشادات واسعة من مسؤولي الأمم المتحدة والوزراء والمسؤولين والمشاركين في هذا الحدث الكبير ما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في الدولة المصرية كما نقل مدبولي تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي لتفاهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية وأن الصندوق سيسعى بالشركة مع الحكومة المصرية للتوصل لأفضل مسارة الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك وعلى رأسها برنامج طروحات الحكومية وفقا لما حددته وثيقة سياسة ملكية الدولة ما يسهم في تعزيز مشاركة القطع الخاص في الأنشطة الاقتصادية